السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه? لو هتمن بجدوا مفيد في علامة التطبيقات. اشترك في القناة. وفعل زر الجرس عشين وصلاك كل ما هو جديد ومفيد في علامة التطبيقات. فالقناة عندي ادرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حتك اليومية. التطبيقات الفيك. كمان التطبيقات الهاكر النرد. ان شاء الله مع شعر تطبيق جديد هو اسمه تطبيق ماتيو. التطبيق ده محملو مية تمانية التطبيق ده مية تمانية واربعين ميجا محملو اكتر من خمسين مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالزكاية الاصطناعي. بالصور والفيديوهات. لو انتو بتصوروا كتير عايزين تعملوا تعديلات على الصور بتاعكم. عايزين تغيروا فيها حاجة. عايزين تصرحوا شعركوا. عايزين تنعموه. عايزين تغيروا اللون بتاعه. عايزين تحولوا الصور بتاعكم لصور كارتونية. عايزين متصورين في الصورة. عايزين تشيروا بتقدروا تشلوها بسهولة بتقدروا تعملوا كل التعديلات في كل الصور وكل الفيديوهات على حسب ما انتوا عايزين تطبيق طبعا كويس تطبيق مفيد الناس كلها دلوقتي بقتشغالها بالذكاء الاصطناعي بتقدروا تغيروا وتشيلوا وتجملوا وتحسنوا وتغيروا شكل العيون وشكل الشعر وشكل اللبس كمان لو عايزين كل حاجة بتقدروا تعملوها مشكلة التطبيق ده بس ان هو مش مجاني التطبيق ده بفلوس بالاضافة الى انه شغال باللغة الانجليزية بس مش شغال باللغة العربية ده مشكلتين موجودين في التطبيق بس كده النما هو تطبيق ككل هو تطبيق كويس لان كل حاجة دلوقتي بالذكاء الاصطناعي شغالة كويسة بس كده يضيع طبرة ابسط شارحة للتطبيق اللي عجبك شارع التطبيق رتسيطوا سلاك للفيديو لا اشارح التطبيق ما انا رسيب لي في الكومنتر اكتشافت ميزة وايبل التطبيق فاتح دسمنت عدسات القديمة اكتبوا في طريقات الفيديو شكرا سلام عليكم